بسير أخمهند الشماخي يقول في قوله تعالى في سورة محمد وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ كيف تكون الهداية بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم الأقوام إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن للمفسرين أقوالا في توجيه هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل في سورة محمد بناء على هذه القراءة يقتلون لأن هناك قراءة وهي من القراءات السبع يقاتلون فعلى هذه القراءة الثانية لا إشكال لكن على قراءة يقتلون في سبيل الله فإن المقصود فيه خلاف عند أهل التفسير فمنهم من يرى بأن قوله سبحانه و تعالى بأن ذكر الهداية هنا يقصد به الإرشاد إلى الجنة الموعودين التي وعدوا بها و يصلح بالهم أي يصلح شأنهم و حالهم فهو جزء من النعيم الموعود به لهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله تبارك و تعالى ثم يقتلون فتحمل هذه الهداية سيهديهم و يصلح بالهم تحمل هذه الهداية على معنى الإرشاد إلى ما وعدوا به من منازلهم في الجنة و هذا المعنى موجود في كتاب الله عز وجل أن يلتفت إلى المعنى اللغوي للهداية كما في شأن أهل الجحيم و العياذ بالله قال فاهدوهم إلى سواء الجحيم فالهداية يقصد بها الإرشاد يقصد بها أن يؤخذوا إلى وجهتهم و غايتهم و هذا المعنى لا إشكال فيه فإن يزول يرفع هذا الإشكال المتوهم من أن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله كيف ستكون لهم هداية بعد أن استشهدوا في سبيل الله فهذا المعنى غير وارد هنا يزول معه الإشكال أما عند من يرى بأن هذه الهداية هي الهداية الحقيقية فإنه يحمل معنى يقتلون في سبيل الله على معنى القدر أي الذين قدر الله تعالى أن يقتلوا في سبيل الله فإن الله عز وجل في دنياهم هذه سيهديهم و يصلحوا بالهم حتى يلاقوا قدرهم الذي قدره لهم ربهم تبارك و تعالى و لا حاجة إلى الترجيح بين المعنيين فكلاهما معنى صحيح و يراد به التشويق إلى ما ادخره الله تبارك و تعالى لمن يجاهد في سبيله حق الجهاد و لمن يعلي راية الدين و سواء كان ذلك بما يتعلق بالوعد لهم في هذه الحياة الدنيا أو بالوعد لهم في الحياة الآخرة فبهذا يزول الإشكال و الله تعالى أعلم العمل المقصود به هنا هو القتل نفسه في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يقصد به كل أعمالهم التي تقدمت منهم فهذا الجزء يقصد منه أن الله تبارك و تعالى كما في الحديث ينمي أعمالهم فكل ما كان منهم من أعمال يضاعف أجره و يبارك الله تبارك و تعالى فيه لكن الإشكال في الآية بعدها سيهديهم و يصلح بالهم و يتأكد ما تقدم من معنى بقوله تعالى و يدخلهم الجنة تعرفها لهم واضح فعند من يرى بأن سيهديهم و يصلح بالهم يتعلق بأمرهم في الدنيا قد يرد عليه الإشكال أن بينما ذكره الله تبارك و تعالى فلي يضل أعمالهم و بينه و يدخلهم الجنة تعرفها لهم سيكون هناك فاصل لا يتناسب مع السياق قد يرد عليه لكنه أيضا يمكن أن يجاب عنه هذا الإشكال هذا الإشكال